بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا عقوبات على ست كيانات مرتبطة بالنظام السوري من بينهم أقارب رئيس النظام لصلتهم بتجارة المخدرات أكدت السفارة البريطانية في لبنان أن تجارة الكبتاجون غير المشروع تعود على نظام الأسد بمبلغ 57 مليار دولار كما نوهت السفارة بين أن شحنات الكبتاجون السوري تصدر من ميناء اللذيقية السوري وإشار بيان السفارة أن تجارة المخدرات باتت تمثل شريان حياة لنظام الأسد المعزول دوليا والخاضع للعقوبات الغربية ونوهت السفارة البريطانية أن تجارة المخدرات التي ينتجها نظام الأسد تمثل ثلاثة أضعاف لقيمة تجارة شبكات المخدرات المكسيكية مجتمعة ترجمة نانسي قنقر 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 فعليا هل فعلا عادت بهذا المبلغ هذه التجارة وكيف أثرت على الوضع في سوريا خلال هذه الفترة إذا ما كان الرقم صحيح نعم 50 مليار دولار هذا الرقم كبير يعني كيف وصلت إلى استقالة المريطالية في بيروت أو في دمشق مركزها بيروت إلى هذا الرقم 57 مليار دولار يعني أن النظام معناته هو نظام سري الآن وأين أموال المخدرات هل هي خارج سوريا أو داخل سوريا نعم هناك بضعة مليارات من الدولارات ولكن رقم 57 مليار دولار أعتقد به أكبر من إمكانية النظام لتصنيع هذه الكميات من المخدرات رقم 57 مليار دولار معنا ذلك أن العالم جميعه الآن قد غرق بالمخدرات المصدرة من نظام بشار الأسد من داخل الأراضي السورية يعني السفارة عادة السفارات هي ممثل لدولها يعني أن تقول السفارة هذا يعني أن بريطانيا هي من تحدثت كيف يمكن أن نفهم أن تكون هذه التصريحات هل لسبب معين سبب مسيس يعني كما أشرت بأنه من الصعب أن يكون هذا المبلغ حقيقي لماذا أعلنت بريطانيا عن هذا المبلغ يعني تسأل عنه الحكومة البريطانية أو من أعطى هذا التقرير للسفارة البريطانية ولكن النظام نعم تاجر المخدرات يعني كم مرة نشرت الحدث والعربية تقارير عن تجارة المخدرات بالمعامل والصوات أنا أتحدث عن حجم المبلغ بغض النظر الآن نحن تحدثنا عنه أنا أتحدث عن حجم المبلغ وأنت تحديدا قبل قليل قل بأنه كبير جدا ويعني ربما هو مبالغ به هذه المبالغة في حال وجودها لماذا؟ يعني قد يتعلق الأمر بما يحكى عن الفتاح بين النظام وبعض الدول العربية لتحجين تجارة المخدرات لتحجين إيران وحزب الله داخل أراضي سوريا في إطار خلق الأوراق مثل قضية الاستهدافات التي كانت للإيرانيين في مناطق شرق الفراد اختلطت السياسة بقضية جنائية واضحة وهي أغراض سوريا بالحبوب المخدرات وتجارة المخدرات